اسمع ايضا في ويلي من توزر سيلب جاوي عليش نقوله خبر او ناخده خبر من شاهد عيان نقلا على افريقي قال معلومة شوف قالها شوف ما قال ليش ثلاثين جثرة ومش خبر سهل تلقاه في مواقع التواصل اجتماعي دور شوف ماتر بن حليمة جاوبك جاوبك يقول لك انه هذا يدخل في اطار تكثيف الضغوطات على السلطات التونسية حتى تقبل بالوجود الوقتي او الدائم للمهاجرين جنوب الصحراء انه مجيول تونسي اما تكون منطقة عبور تونس وهذه رافضته تونس الموقف الرسمي التونسي رافض هذا الشيء او تكون منطقة ايوا وهذا ايضا رافضته ولو انه هذا ايضا يخذع الى اتفاقيات دولية انه تكون منطقة ايوا لانه فيها قضية التمويل وفها عديد القضايا الاخرى يعني اما انه تكون منطقة ايوا كامر واقع هذا رفض رفضته تونس رفضته تونس رفض مطلق بالطبع مش يتم الضغط على السلطات التونسية واعتبارها انه معادية لحقوق الانسان وممكن عنصرية وممكن عديد الاشياء احنا فقط نزوز حاجات مش نذكر اولا انه خمسة اشهر الى الوراء تقريب او ستة اشهر اتجمعوا اتجمعوا الاف مؤلفة من المهاجرين على الحدود البولونية ورفضت بولونيا رفضت رفضت بولونيا انهم يدخلوا ادخال ادخالهم ويعني ما تمتش هالحملة ما وقعش اتهام بولونيا عن عنصرية ولا لا 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 لازم نفكر كيف الدخول الى الاتحادة الاوروبي لازم القوانين لازم من اتفاق مع الحكومة البولونية لكن احنا ما ننتميش النادي المتحضرين سيفيليزي هذوكم لزيطاء سيفيليزي احنا ما كلمة وحشين وكل من وراء البلايك مثل الحضارة الانسانية يتعاملوا معنا كيم يحبوا هما يحبوا يفرضوا اشياء علينا كيم يحبوا هما لكن احنا فقط فقط شنو يجبنا نعمل؟ نتمسك بمواقفنا الاساسية من رفض للتوطين او رفض للوجود الدائم او رفض للوجود الوقتي ولكن وبالخصوص وبالخصوص نتجنب التصريحات اللي يمكن انه ترشع علينا بالوبال لانه كل شي ابتدأ بتصريح غير موفق مثل ما قال البارح ماتر بن حليمة من الرئيس نحن نجنب بعض التصريحات غير الموفقة ونعمل سياستنا وفق قرارات سيادية تخدم مصلحة تونس ومصلحة تونس فقط لغير الحركة القضائية رجعنا لها بعد شوية نرجع ايضا على تفاصيل ومازلنا موصلين في اشتركوا في القناة